أهلا بكم من جديد هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة والطقس هيكون شديد الحرارة ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سينة وجنوب البلاد وحار على السواحل الشرقية بالليل الجو هيكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وكمان شمال الصعيد وماء للحرارة رطب على جنوب سينة وجنوب الصعيد وفيه كمان شبورة مائية خفيفة الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سينة فخلي بالكو خصوصاً الناس اللي بتبقى بتسوق على الطريق في الوقت ده بالليل هيكون فيه نشاط للرياح على بعض المناطق وده اللي هيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة تفاصيل أكتر عن حالة التقص بتنضمننا دلوقتي على تليفوني الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذنا لمية وصباح الخير على كل سيدة مشاهدة نحن بالفعل اليوم بيستمر ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية لأننا بنتأثر بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية مرتفعة بدرجات حرارتها بالإضافة كمان امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زيادة فترات سطوع أشهد الشمس خلال فترات النهار العامل دي هتخذيها نحس بالأجواء شديدة الحرارة الراتبة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال فترات النهار خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس ووجود كمان نشاط رياح بيبدأ بعد فترات صغيرة مع دخول ساعات المغرب والساعات الأولى من الليل نشاط رياح ده سرعاته ما بين 30 إلى 40 كم على الساعة على أغلب أنحاء الجمهورية بيقلل أحساسنا بنسب رطوبة ويخلينا نحس بالنصفات درجات الحرارة فترات المساء خلال ساعات الليل الأجواء ودرجات الحرارة بتكون معتدلة تماما على أغلب أنحاء الجمهورية يعني خاصة المناطق الساحلية أما المناطق الموجودة في جنوب البلاد الأجواء بيكون عليها أجواء مائلة للحرارة وخلال فترات الليل بالإضافة كمان بيستمر معنا تكاون لشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مش هتأثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية لكن مهم جدا ناخد بنا من وجود الشبورة المائية إن شاء الله ارتفاع ضربات الحرارة ده متوقع أنه يستمر معنا إلى بدايات الإسبوع القادم العظم على القاهرة القبرى متوقع تستمر تكون ما بين ال36 وال35 درجة مائية مع يوم الاثنين القادم هتبدأ التوزعات الضغطية اللي بتأثر علينا تختلف هيبدأ معها انخفاض فيه ضربات الحرارة والانخفاض ضربت من يوم الاثنين وهيستمر باقي أيام الإسبوع القادم إن شاء الله نشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غينة وعضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوي ودلوقتي بعد معرفنا التفاصيل الأجواء نعرف درجات الحرارة المتوقعة النهاردة القاهرة النهاردة العظمة فيها 36 والصورة 24 العاصمة الإدارية العظمة فيها 36 والصورة 24 اسكندرية 35-23 العالمين الجديدة 35-23 مطروح 35-23 ضمياط 32-24 فورسعيد 31-24 اسماعيلية 36-24 دلوقتي السويس العظمة فيها 36 والصورة 24 العريش 32-24 كاترين 32-18 طابة 34-24 حلايب 34-27 شلاتين 39-28 شرم الشيخ 37-26 الغردقة 39-27 لو رحنا للفيوم العظمة هناك 37 والصورة 23 بني سويف 38-23 الوادي الجديد 41-28 أسيوت 40-24 سهاج 41-25 قنة 42-26 لقصر 41-26 وأسوان 42-27 ودلوقتي عودة شازلي ومنها لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر شكراً لك